أحياكم الله من جديد إلى آخر محاضرات هذا المقرر والتي تدور حول موضوع الحماية والأمن من الفيروسات في هذا الدرس سوف نتحدث عن ما هي الفيروسات ومكوناتها بالإضافة إلى أنواع الفيروسات وكلمات السر وشروطها الفيروسات يمكن توضيح الفيروسات الحاسب بأنها برامج يتم كتابتها بطرق معينة وتهدف إلى الحاق الضر بالحاسب أو السيطرة عليه بشكل خاص ممكن نوضح الفيروس أنه عبارة عن برنامج يتطفل على برنامج آخر حاضن أو مضيف ويقوم بعمليات التكاثر لمهاجمة البرامج هنا نشير أن الفيروسات تحتاج إلى برامج مضيفة أو حاضنة تحتاج كذلك إلى عمليات التكاثر أو التكرار والحاق الضرر بالحاسب واستغلال بعض أجزاءه ومواردهم مثل الذاكرة الفيروسات لها أضرار كبيرة ومن أضرارها ما يلي إبطاء الحاسب الآلي وتخريب بعض ملفاتها مهاجمة برامج محددة وشايعة الاستخدام تعديل البيانات الخاصة بالبرامج أو الملفات كذلك من صعوبة ومن مضارها صعوبة اكتشافها وذلك بسبب التغيير والتبديل في بعض حالاتها وبقاءها في مرحلة الخمون لفترة من الزمن هنا نتحدث عن أجزاء ومكونات الفيروس طبعا الفيروس هو مجموعة من الأجزاء المرتبطة مع بعضها البعض ومنها برنامج التكاثر وهو البرنامج المسؤول عن نسخة الفيروس في الذاكرة أو نسخة عبر الشبكة وكذلك ربطه بملفات وبرامج جديدة بهدف المهاجمة برامج الحماية وهو برنامج مسؤول عن حماية الفيروس من الاكتشاف من قبل بعض برامج الحماية من خلال التشفير لمكوناته برنامج التحفيز برنامج التحفيز هو عبارة عن برنامج مسؤول عن انتظار الحدث الذي يبدأ من الفيروس كارتباطه مثلا بتاريخ معين أو بعملية معينة كتشغيل برنامج أو حدث معين يحدث في الجهاز آخر النوع أو جزء وهو الحمل أو التنفيذ وهو الموكل بتنفيذ الفيروس والحاق الضرر بالنظام سواء بتعطيله أو توقفه أو تخريبه يصيب الفيروس مجموعة من الموارد ومن ضمن هذه الموارد أولا قطاع الإقلاع أو البوت سكتور وهو قطاع بدء التشغيل في النظام ومن خلال يتم تشغيل النظام من المناطق كذلك الملفات أو الفائز الموجودة عندك كذلك من الأنواع وهو أخطرها الأنواع الإصابة الذاكرة أو ذاكرة الحاسب أو الممورة الخاصة بجهاز الحاسب هنا نشير إلى أنواع الفيروسات وأشهرها من أنواعها الفيروسات المحلية هذه الفيروسات تصيب حاسب واحد وتلحق الضرر به الفيروسات الشبكية على عكس المحلية تصيب مجموعة من الأجهزة المتصيلة في الشبكة والعاملة على هذه الشبكة نوع الثالث الديدان هذه الديدان تقوم بمهاجبة ذاكرة الحاسب وكذلك القرص الصلب وتقوم بنسخ نفسها ألاف المرات في الثانية بحيث تقوم باستهلاك كل موارد هذا الجهاز أو هذا النظام نوع الرابع فيروسات متعددة المهام هي فيروسات تقوم بتدمير والحاق الضرر بأجهزة الحاسب أو أجهزة النظام التروجان آخر نوع وهو أكثر شهرة وهي برامج تبدو كأنها برامج مفيدة بحيث أنك تقوم بتحميلها أو تنزيلها ومن ثم تلحق الضرر بجهازك وتهدد الأمان في هذا الجهاز كلمات السر طبعا كلمة السر هي الطريق أو طريقة الدخول على الأنظمة والولوج إلى الملفات طبعا لابد من مراعاة بعض الأمور الهامة لبناء كلمة سر آمنة ومتينة ومن هذه الأمور عدم استخدام كلمات موجودة في المعجم أو أسماء مرتبطة بإسمك أو بتاريخ ميلادك لابد أن تكون كلمات المرور مكونة من ثمانية حرف لابد من تغييرها وتحديثها بشكل دوري لابد أن تكون بحفظها وتجنب كتابتها على الورق أو حفظها على الجهاز استخدام كلمات يسهل تذكر كلمة المرور وربطها بالتذكر ولتجنب كلمات سر ضعيفة يجب أولا عدم استخدام الأحرف المتسلسلة أو الأرقام كذلك عدم استخدام أكثر من كلمة مرور مع كل حساب تجنب استخدام نفس اسم المستخدم ككلمة مرور هذه أهم أو معظم النصايح الخاصة بتكوين كلمات سر متينة وتجنب الكلمات السر الضعيفة أخيرا كلمات المرور الفارغة طبعا كلمة مرور فارغة أكثر أمانا من كلمة مرور ضعيفة والسبب لعدم تمكن الدخول والوصول إلى الأجهزة عن بعد من خلال كلمة مرور فارغة إذا قمت بالوصول إلى جهاز عن بعد يطلب منك إدخال كلمة مرور ويرفض الدخول بدون كلمة مرور فبالتالي كلمة المرور الفارغة أكثر أمانا من كلمة مرور ضعيفة مثل 1, 2, 3 و 4 والأرقام المتسلسلة شكرا لكم والتقيكم في الدرس القادم